السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا دكاترة ويا ساتزة ويا بش مهندسين. طلابنا العزاء. طلاب سنة ثلاثة سنوي. اهلا بكم معنا في فيديو حل هومورك. دكتور العيز والغالي رئيس قسم الكاميستري اعتقد من اول هنا بتبدأ تبان صعوبة او جزء من صعوبة الكاميستري. من اول بتبدأ تظهر عند حضراتكم الاكويجنز. فمهم جدا ان انا وانا بزاكر اراجع الفيديو بتاع حل الاكويجنز او شرح الاكويجنز مهم جدا وانا بزاكر راجع الفيديو بتاع انواع عشان يا دكاترة ويا ساتزة ويا بش مهندسين نقدر نستوع بكلام. ان انت تزاكر دي كتير كزا مرة عشان فيها افكار كتير وفيها كلام كتير. محتاجك ترتب افكارك كويس جدا في لسن فور ولسن فور. ان شاء الله بازن الله بعد ما نخلصهم حتى لو انت فيها اجزاء مش فاهمها هنعمل لحضراتكم محترم وحلو عليهم. نسبت بيه كل الافكار اللي موجودة عندكم. دكتور العيز والغالي يلا بينا نبدأ كلامنا في اللي بنبدأ فيه شرح الجزء بتاع الاير. يلا بينا. وارجعنا لكم تاني يا دكاترة ويا ساتزة ويا بش مهندسين. طول رايز والغالي. اول حاجة خدناها في الايرن. اول عنوان خدناه انا بلاجه معك ريفيجن سريع. اول حاجة خدناها كانت بتاعة الايرن. يعني وجود الايرن في النيتشر. الايرن في النيتشر كان فيه خمس عناوين. خمس حاجات. اول حاجة كلمنا فيها عن الايرن يا دكاترتنا ويا ساتزتنا. فقم واحد. قلنا ان الايرن هو الفورث المنت في الارث كراست. هو اول الترانزيشن المنت لكنه رابع المنت من الالمنت الموجودة عندنا بعد الاكسوجين والسليكون والالومينوم. هو تاني متل هو تالت solid element موجود في الايرث كراست. تاني حاجة كلمنا عنها قلنا ان الريشيو بتاعة الايرن اللي موجودة في الايرث كراست عبارة عن 5.1. والريشيو بتاعة الايرن اللي موجودة في الميترويد كانت عبارة عن 90% وقلنا الميترويد هي اكتر مكان موجود في الايرن. وبعد كده قلنا يا دكاترتنا ان كل ما بنزل للسنة كل ما بتاعت بيحصل لها ايه اده كاتريتنا بتزيد. وقعد كده اده كاتريتنا ويأسات زيتنا عندنا. كلمنا وقلنا. حاجة مهمة جدا جدا جدا. هو رابع بتاعته بتزيد. خمس حاجة كلمنا عنها وقلناها ان موجود على شكل حاجة اسمها والاورز دي بيكون معاها تانية ويكون معاها يا ده كاتريتنا ويأسات زيتنا حاجة اسمها فاحنا بنعمل من الحاجات دي. وقلنا طبعا لو انا هروح عمل لازم الخام اللي فيه تكون نسبة فيه كتير قوي. لازم تكون نسبة بتاعته قليلة هي وبعد كده كلمنا قلنا ان الايرن لي كام اور يا ده كاتريتي الايرن اورز. قلنا كلمنا وقلنا في الايرن اورز عندنا وان تو ثري فور ايرن اورز. رقم واحد اول اور موجود عندنا من الاورز بتاعت الايرن حاجة اسمها ماجنيتايت. لازم تذاكر الكلام ده كويس جدا. وبعد الماجنيتايت عندنا حاجة اسمها الهيماتايت. وبعد ما عرفنا الماجنيتايت وعرفنا الهيماتايت فيه كمان عندنا يا داكاترة ويا سدزة ويا بش مهندسين. حاجة اسمها ليمونايت. وبعد كده في عندنا حاجة اسمها سيدرايت. كل دي حاجات موجودة للايرن اورز. لازم تعرف السيمبل بتاع كل واحد فيهم. يا دكتور الايز والغالي. ماجنيتايت مجنون. في اي ثري او فور. هيماتايت البرينس اف اي تو او ثري. ليمونايت تلاتة اف اي تو او ثري. ومعاهم اتنين ها اتنين ما انا آسف جدا. اتنين هيمة. وتلاتة اتش تو او. والسيدرايت يا داكاترة ويا سدزة بش مهندسين. هو برا عن اف اي سي او ثري. مهم جدا انك تفتكر وتعرف الاسم التاني بتاعه. يعني الماجنيتايت اسمه ماجنيتك ايرن اوكسايد. لازم تحفظ الكلام ده وتذكره كويس جدا. الهيماتايت يا دكتور اللي عزه الغالي. لاسمي تاني اسمه ايرن نازم تعرف ان هو اسمه ايرن تراي اوكسايد. وكمان عندنا ده ليمونايت اسمه ايرن اوكسايد. حلو قوي. ايرن اوكسايد. وكمان يا دكتور اللي عزه الغالي. هو عبارة عن ايرن انا بقول الكلام باختصار عشان ناس سمعت الكلام ده في الحصة قبل كده. دي اسمها الايرن اللي موجودة عندنا. كل واحدة لون. الماجنيتك ايرن اوكسايد لونه بلاك. وممكن نسميه ميكس او بلاك اوكسايد. اللي هي ماتايت لونه بلادرد لونه ييلو لكن عنده يلوش جري كالر. ده بالنسبة اذا كترة اللي موجودة عندنا في المنهج بتاعنا. دكتور عزه الغالي. يلا بنا بقى نبدأ نحل الاول جزء على الاورس. مين في دول اكتر واحد موجود في ايرث كراست? اكيد الالومينوم. لين احنا قلنا ترتيب بتاعنا. اكسجين ساليكون الومينوم ايرن. طيب لو قال لك مين في دول هقول ساعتها الايرن. يبقى كل حاجة بوابها على حسب السؤال اللي موجود بتاعها. سؤال يا دكترة ويأسات زاوية مش مهندسين. نمبر تو. لو المترويد كونتين فايف بوينت فايف تون. اف بيور ايرن. اتس ماس والبي اكوال. تاني دكتور اللي عايزه لغاية دي ركز معي. لو انا عندي مترويد في فايف بوينت فايف تون من البيور ايرن. ده الفايف بوينت فايف دي ده الماس بتاعت البيور ايرن. يبقى اكيد المترويد هيبقى الحجم بتاعه اكبر. يعني لو ده فايف بوينت وان هيكون اكتر. مش اقل. مش اكتر بكتير. ومش ننوف ديم. الاجابة الصح هي بي بالاستباعات. حلو جدا. خد بالك. هنا قال لي بيور ايرن. لو كان قال لي هنا آآ فايف بوينت فايف تن من المترويد. كنت هقول فايف بوينت فايف عشان نعرف نسبة الايرن. لكن هو قال لي لأ. قال لي ده ده هو الايرن. يبقى الماس بتاعته بكام? اكيد هيبقى اكبر من فايف بوينت فايف. سؤال نمبر ثري بيقول لحضرتك. ايه? بالنسبة لبيرسنت اف ايرن in the earth crust. نسبة الايرن في الميترويد اكبر ولا اقل من نسبة الايرن في الايرث كرست. يا دكاترة وياسات زاوية مش مهنسين. الميترويد نسبتها اكتر. يبقى الميترويد اكتر والايرث كرست اقل. يبقى مور ولا لس? يبقى هنقول much higher than. دي الاجابة الصحة بتاعتنا. دكتوري. سؤال نمبر فور. كل طن من الايرث كرست في كم جرام من الايرن? كل طن من الايرث كرست في يا مستر. هقول هنا الطن اللي هو عبارة عن الف كيلو جرام. طيب هقول الف ها? يعني الايجابة الصحة بتاعت سؤال نمبر فور هتطلع بي. طبعا الرقم اللي هيطلع لي هيطلع عشان احوله من الكيلو جرام للجرام. فتطلع الايجابة الصحة هي بي. ده بالنسبة السؤال نمبر فور. سؤال نمبر فايف بيقول له حضرتكم.